بالنسبة لمنشستر سيتي بقى وليفر بول فعلا متعة بصراحة يعني كمان السيناريو اللي يخليك حتى كمان تحس والله فيها ان رياض محرس يدعى ضرب الجزاء وان هي ترجع لستيفن جيررد وهي دي سنوريات الكورة هي دي السكريبتات اللي بتتكتب بقى بعد مئة سنة السكريبت ده شايفه من عشر أسابيع فاتت قلت تفضى يا منافسة في الآخر عشان استيفن جيررد يكسب منشستر سيتي فيعوض الكصة بتاعت الزحلاء عارف سكريبت مثالي لازم هيتعامل فيلم تسجيلي يعني سكريبت حقيقي يعني رأيك يا فاروق هنا مع بعض لو تبتكر ايوه هنا مع بعض اتكلمنا النجيررد وهو اعتقد ان جيررد قدام فرصة تاريخية ان هو يمحي بقى موضوع الزحلاء مشكلة النجيررد مش هيلعب بس بس نوفيلا بالنسبة لموتشستر سيتل في حاجة بردو عايزين نتكلم عليها نيو كاسل النهاردة فوسط الجدول كسب المتش مش هيفرق معاه عيسعد مركز عينز المركز مش فرقة فرقة كتير يعني وكده كده كده نيو كاسل مش محتاج الكام مليون زيادة في الفرق المركز يعني لكن رغم كده بنشوف النهاردة القتال من لعيبة نيو كاسل بشكل رهيب ضد أرسنل ويلسون العمير كانت تكلم عليهم ضائع كذا هجمة سنته وقعت في الملعه سنته القسرة وقت في الملعه ورغم كده كان المباراة وكان احد نجومها ليه بقى لان فيه 45 ألف متفرج او اكتر من 40 ألف متفرج حضرين المباراة دي اللي هي تحصيل حاصل في الدوري الإنجليز لكن رغم كده فيه مساند ده اللي بيفرق في أوروبا وفي الدوري الإنجليز تحديدا عن باية الدوريات نرجع للملافسة منشستر سيتي اعتقد ان الموسم ده انا مش متذكر ان هو واقع ماتشين واربعات كان صعب جدا يعني حتى كلوب بتكلم ان هو مش متذكر ان منشستر سيتي واقع ماتشين مع بعض واربعات ان هو يقع من واست هام هو الشوت الاول كان اف خالص بالنسبة لعيبات ماتشين سيتي كلها وكان بالنسبة لي غريب ان هو بيلعب بفرناندينيو قلب ادفاع كان ناسا اكي موجود قلب ادفاع صريح بسرعة يعني السيتي برضو اقصر بغيابات في الدفاع بشكل بيجي بس يلعب اللعب الطبيعي ناسا اكي انت بتلعب اصلا في الاوات اللي بيبقى عندك فيها ستونز وعندك فيها لابورتي يعني انت لعبه بقى هو القلب يدفعه وعارف شوفنا فرناندينيو كوارث في التقطير هو فاكر نفسه لايبوست ملعب دايما جورديولا في الفترات الاخيرة دي بيبدع زيادة عن اللزوم بلاش يبدع زيادة عن اللزوم يعني يا ريت تيلعب العادي المباراة الاخيرة هكي بس في نقطة في موضوع جورديولا دي الاوبر كوتشنج اللي العالم كله بتكلم عنه وإحنا مصفين طمام بنحب نحط يدينا يعني وراجل لما بيقى اوبر كوتشنج ويعمل حاجة عظيمة نقول يا سلام يا بيبقى جورديولا اللي مجاز زيك ولما بيعمل نفس القصة دي وياخد الرزق ويغلط نقول شوف بقى عشان هو بيفتي فادي يقصد لا انا احب الراجل الكرياتيف اللي ياخد المخاطرة يتيجي يا ما تجيش بس يخد خد الرزق فابيب جورديولا بيبقى جورديولا يعني انا اصدق المخاطرة لو فيه منها فايدة يعني مثلا سيها هاديك مثلا مثلا خيسوس بمهاجم منشستر سيتي معروف ان هو راس حربة بيالها براس حربة استفاد ايه لما حطوا جناح اغلب الموسم خسرت العيب زي يا جيزوس خرج من اه خلاص هو يمشي ومش عاجبه افكار جورديولا ومش عاجبه ان هو دايما موجود جناح وارقامه اتقصرت جدا استفاد ايه رياض محرز موجود على دكة البودلاء دايما باستمرار موجود جيزوس في الجناح مفادتنيش في الملعب اه وارد ان هو يبقى فيه فكري جديد هو جورديولا طبعا مبدعه ودخل افكار جديدة كتير بس دايما انشطات كده ملهاش بشوف انا بشكل شخصي ملهاش داعي يعني منشاط مهمة جدا في السيزم طيب ليوربول عنده مطشين مهمين ساوس هامتون احنا عملين الكلام على مطشين سيتي واسفن فيلا وانا اصلا مطش ساوس هامتون النهار دوت انا اصلا قلقان منه جدا عشان نقص اللي موجود كمان في ليوربول نظبوط هو بصراحة يورجن كلوب عمل حاجة السنة دي بشوف ان هي اللي مميزة ليوربول لحد دلوقتي وهي فكرة الروتيشن وهي دي كانت مشكلة ليوربول في موسم مثلا زي الموسم اللي فاتل صح ان ليوربول دايما عنده فرقة 11 هيلين يغيب عنهم عنصر الفرقة طوقة صح وده شوفنا في غياب فابينيو يعني غياب فابينيو في مباراة تشيلسي في نائي كأس الاتحاد كلنا شوفنا قدقيه الدفاع كان متأثر ليه؟ ان الحتة دي ملهاش حل طيب بس هجوميا هو لقى حلول هجوميا بقى في دلوقتي الويسدياز بقى فيه ديجوجوتا بقى فيه فرمينو بقى عاد على الدكة أوريجي فبقى عنده حلول هجومية كتير ففرقة ليوربول دي انت متوقع ان هما هيصنعوا كم فرص مهول متوقع ان هما غالبا كل ماتش هيسجله فيه ماتش زي ساوسهامتون اعتقد ان هما لا هما الاقرب ليه؟ لان هما عندهم حلول هجومية كتير لو كان ماتش أصعب شوية زي مثلا ماتش توتنام كان ممكن احس بالقلق شوية على ليوربول لان اقولك ممكن يتأثروا دفاعيا لان هما الحتة الدفاعية دي هي اللي لسه لحد دلوقتي ملقاش فيها حلول او لسه محتاج ليوربول ان هما يضم عناصر جديدة فيها لكن اعتقد في ماتش هو محتاج ان هو يفوز فيه ومحتاج ان هو يسجل كتير اعتقد ان هو هيبقى سهلا بان دايك كمان مش هلعب خبارك مش هلعب خبارك